السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الحلقة بنشوف لما كان صابر مخضوع في دكتور سميح وفكره شيخ وعالم جليل وهو كوزح مارد الجن صابر واخد عيشة بنت عمته واخده في الرضاعة علشان تحضر الدرس اللي بيجيه الناس من كل مكان هو كمان هيحضر الدرس معاه وتبدأ بالحلقة وبنشوف لما صقر قتل درغام وكل الناس شافت المداح هو اللي بيموته علشان ظهر لهم بشكل المداح بيجري طبعا المداح في المقابر وهو خايف من الناس لان كلهم شافوه وكمان صوروه فيديو كلهم بيجروا وراه اما رحاب بقى بعد السميح ما ظهر لها في شكل باباها اللي مات اقنعها كمان ان صابر عمل لها عمل علشان تحبه اتصلت بختها منال وجات لها وجابت العمل توريه لها إنما كارثة بقى ان منال قبل ما تيجي رحاب عدت على دكتور سميح اللي اديها حاجات وعلمها رموز وكلام تعملهم علشان رحاب تصدق إن ده عمل حقيقي وإن صابر فعلا عمله لها علشان يأذيها وكمان عشان تسمع اي حاجة يطلبها منها سميح منشوف المدح بقى اللي اتصل بعيسة صاحبه علشان يسأله على سرديب الموت اللي في اسكندرية عيسة وصف له ازاي يوصل لها فعلا صابر عرف يوصل لسه رديب حاس إن فيه حد بينادي عليه علشان يمشي وراء وفعلا بدأ يتبع الخيال اللي شافه اسرة دي بشكلها مخيف وفجأة اختفى الخيال اللي كان ماشي وراء صابر وفي اللحظة دي بيتفتح جدار سرداب أول ما اتدح لما دخل اتقفل الجدار وبيستعيز بالله من الشيطان الرجيم ويبدأ يبص حواليه مين وشمال ما بيرقيش غير تابوت عليه نقوش غريبة أو وبدأ يردد آيات حماية وبيفتح التابوت اللي كان صعب قوي ولما فتحه لقى جواه تمثال وفتح التمثال اللي كان جواه بردية قديمة أو شاه من آلاف السنين أفل التابوت تاني وخدها خباها والجدار فتح لوحده بردو خرج بسرعة المداحة وأول ما خرج الجدار أفل لوحده بعد كده بروح بيت عيشة بنت عم صابر واختف الرضاعة سمعت أصوات غريبة قوي خافت واتغدت وحضرت بنتها وبعدين الباب خبط وراحت عشان تشوف مين لقيته دكتور سميح قال لي زع وقال لها افتحي وأول ما فتحت دخل وقفل الباب ما نعرفش إيه اللي حصل وفي بيت صابر مامته قاعدة مع عم صابر وجزها عم جميل وبيسألوها عن الفيديو المنتشر عن صابر في كل مكان قالت لهم يعني الناس لو ما بطرتش كلام يبقى فيه حاجة غريبة عم صابر بقى بتقول لها كله من سلم أخويا الله يسمحوا بسببه مش عايزين يسيبوه نفع لها وفي اللحظة دي موبايل أبو عيشة بيرن وبنشوف بعد كده صابر ماشي بعربيته سمع صراخ البيبي بنت عيشة شاف كمان عيشة وعرف إنها في كارسة بس مفهمش أي حاجة وعشان يتطمن راح بسرعة على بيت أخته اتفاجئ بالشرطة والناس كتير قوي ملمومة عمته جزها جمان منهارين صابر مش فاهم أي حاجة وبيحاول يدخل ببيت الشرطة سمحت له وبدأ يشوف أخته عيشة وهي بتغني البنتها وبعدين خدتها الأوضة وهي بتغني برضو أفلت الباب وسمع صوت صراخ الطفلة عيشة دمحتها وبعد كده شاف عيشة وهي بتطبخ بنتها وابتا كلها صابر كان هي تجنن مقدرش يتحمل سأل عن عيشة الضابط قاله في الاسم وفي حاجز اللي وحدها والزيارات كمان ممنوعة بس انت بالذات لازم تشوفها عشان تقول لنا فيه إيه بالظبط صابر بعد كده بيروح ويشوف أخته خاف منها أول ما شافها الضابط سأل وقال له فيه إيه صابر رد بسرعة وقال له ولا حاجة وسأل عيشة ليه عملت كده قالت له عشان أحميها رجعتها مكانها مش انت شفت كل حاجة قال لها ليه صدقتيه قالت له أنا مش هبة وفاهمة بعمل إيه بالظبط وكنت بحميها قال لها بتحميها من إيه ردت وقالت له من اللي انت خرجتهم وانت كمان مش هتقدر تقف قصدهم بيزع فيها جامد والزابط بياخدوا بره حسن راح بيت مامته واتفاجئ إن اخته دبحت بنتها وسلقتها وكلتها حسن منهار ومش مصدق نفسه وبيقول لمامته أنا مش عايز أعرفكه تاني وخلي صابر عابد عننا بقى وكاسيا طمعا ما ثابتش فرصة زي دي تضيع من قدها هو بتكلم عمر علشان يعمل فيديو يعرف فيه الناس اللي عملته عيشة أخت صابر في بنتها وطبعا عمر وافق بكل صابر راجع بيته وشاف وليد مستنيه ده اللي كان متجوز عيشة أخته بس مات ودلوقتي من الجن الطيبين بيلوموا إن ساب أخته لحد ما سيطروا عليها عملت كده في بنتها بيلوموا كمان إنه سابهم ومشي ورا سميح إنما المداح قال له خلاص فقت وليد قال له مش هينفع البوابات فتحت وزميح مش لوحده خدامه بيخرجوا واحد ورا التاني وهيقوى بيهم أكتر وأكتر المداح بيقوله دلني أعمل إيه قال له ما بقيتش أقدر أساعدك إنما في ناس تانية هتساعدك أصحاب السر المداح هكاله عن بردية والراجل اللي ظهر له وقال له عليها وليد بيطلب منه ويفضل مع الناس دي علشان هيدلوه على قفل البوابات وحبس اللي خرجوا منها وبيختفي بنروح بعد كده نيابة ونشوف عيشة اللي اعترفت على نفسها وتحولت لمحكمة الجنيات عشان القضية هتحكم فيها بسرعة وتقريبا هتتعدم وعلشان بقت قضية رأيها هيم اتعددت كلسة المحكمة بعد أسبوع صبر مش مسدق السرعة دي ولا باباها اللي بيقول ممكن تكون مريضة وممكن تكون محتاجة تروحها من مستشفى يعني يقصدنها الجنين إنما المحامي قال له لا تحريات النيابة كلها أثبتت إنها عقلة والجران كمان شاهدوا إنها بكامل عقلها واعترفت على نفسها يبقى موضاخرس خلاص بعد كده بقى بنشوف كاسيا اللي بتكمل لسه خطتها سخرت كل اللي عندها في الشركة يعمل فيديوهات عن صبر واللي حصل في الطيارة ودرغام اللي مات قدامه وطبعا بيتقالن وسحر له مش بس كده أخته كمان اللي قتلت ممتها ودخلت مستشفى المجانين وقربت وآخر حاجة بقى أخته في الرضاعة اللي لبحت بنتها وطبخيتها وكلت صبر رجع بيته وشاف رحاب اللي شكلها خايف منه قوي بيقول لها مليش دعوة باللي حصل لعيشها هي اللي ايمانها ضعيف اوعد فتكري ان ده ممكن يتقرر معاك قالت له مش بخاف بتقوى بيك رحاب طبعا بتقول له الكلام ده بس شكلها خايفة قوي قوي وبتقول له ان هي عايزة تاخد رأي حد تاني قال لها زي مين زي سميح قالت له انت اللي قلتها بنفسك يعني هو أول واحد جيه على بالك عشان انت واثق فيه قال لها ده رجل دجال ومخادع لازم كلنا نبعد عنه رحاب عملت نفسها مقتنعة بكلام ومصدقاء علشان قلقانة وخايفة منه قوي بعد كده بقى طلع بره القوضة شاف ممتو اللي كمان مش عاجبها كل اللي بيحصل شايفة ان صابر لو دخل فيه حاول يفهمها انه ملوش اي علاقة بالموضوع وان سميح هو اللي ورا كل ده لانه دجال وزحر انما هي زعلت منه وزعقت فيه كمان وقال لك له سميح ده احسن الناس وعمرنا مشوفنه منه اي حاجة وحشة وما ينفعش تتكلم عن الراجل ده ربع كلمة ده راجل زي الفل بعد كده صبر المدحة دخل قدته وحاول يفتح البردية علشان يقرأ منها او يفهم اي حال مفهمش حاجة وخالص لفها تاني ورجعها زي ما كانت وبعد كده بقى بيتصل بواحد صاحبه اسمه عيسى بيفهم في الحاجات دي قاله يومين واجيلك بنشوف بقى بعد كده الجلسة اللي تحددت معادها ومحاكمة عيشة وطبعا مرحلينها على المحكمة المدحة وعمته وجوزه ومامته هم كمان رايحين عند المحكمة وصلوا لقوا ناس كتير او منتظرين وكاميرات وتصوير وعب يحاولوا يكلمهم عشان يفهموا منهم اي حاجة من اللي حصلت انما المدحة بيستحفر ربنا ويبعد عنهم وما بيردش عليهم وبيزه هناك وليد جوزه عيشة طبعا ما حدش شايفه ما هميت وفي المحكمة بدأت عيل الصابر يدخلوا واحد ورا التاني ما نالوا وبعدين طلقها حسن اخل مدحة وبعد شوية بيجي عبد الرازق واخت المدحة اللي هربت من مستشفى المجانين بس محدش عارفها لانها لابسة نقاط ومتخفية تماما وبعد شوية بيوصل سميحة وبيدخل جوه بيلاقي صحر مستنيه وده واحد من خدامه وقبل ما يدخلوا القاعة بيروح عند كبينة الكهرباء ويحمل صحر معين كده صحر واقف مرائي بالمكان وبعد شوية بيدخلوا هما لاتنين قاعة المحكمة الكل بيرحب بساميح اللي المدحة اللي عارف كويس قوي انه من الجان وبيتدايق لما بيشوفه عارف كمان ان الصحر من خدامه لانه هو اللي فتح له البوابة وبعد شوية الحراس بيجيبوا عيشة للقفص والقادي بيبدأ الجلسة كل خطة بتفجر حاجة في الكبينة بتاعت الكهرباء لغاية المحكمة كلها ما بتولع نار في كل مكان وبنسمع صريخ في كل مكان والناس بتكريه يا ترى هيحصل ايه هنغرف الحلقة الجاية نشوفه خير ومع السلامة